اهلا بكم في بلدنا لقد تركتم خلفكم اوقات صعبة والان سرتم في امان كل شيء هنا جديد اشياء كثيرة مختلفة تماما عما هي عليه في بلادكم نعلم انه ليس من السهل معرفة ما هي القواعد السارية هنا ما هو المسموح وما هو غير المسموح ربما يساهم هذا الفيلم القصير في تسهيل عيشنا معا نعلم انكم اضطررتم لترك كل هذا فلا يوجد في حقائبكم الا الاشياء الضرورية بهذه الاشياء القليلة يتوجب على المرء بناء حياة جديدة تماما ذلك امر صعب لكنه ممكن هناك الكثير مما يساعد في ذلك انتم الان جزء من ثمانين مليون شخص يعيشون في المانيا جميعنا مختلفون لكننا جميعا نريد العيش معا والتعامل فيما بيننا بشكل جيد وليحصل ذلك بشكل مثالي هناك قواعد يتوجب على الجميع التقيد بها يتحقق العيش المشترك على اكمل وجه عندما يستطيع الناس جميعهم فهم بعضهم البعض لذلك من المهم تعلم لغة البلد اي الالمانية يخصص القانون الاساسي في المانيا مواده التسع عشرة الاولى الى القضايا الخاصة بحقوق الانسان وجوهر تلك المواد ان الناس جميعا يعيشون هنا في ديمقراطية اي انهم متساوون في الحقوق والواجبات تقول المادة خمسة من القانون الاساسي ان لكل انسان حق التعبير عن رأيه ونشره بحرية المادة اربعة تقول لكل انسان الحق في ممارسة حياته الدينية كما يريد يوجد في المانيا كنائس وجوامع وكنس وبيوت دينية اخرى جميع زوار هذه البيوت يتوجب احترامهم ولا يسمح بمنعهم عنها وايضا من لا يؤمن باله يتم احترامه لا يسمح بممارسة التمييز ضد اي كان لا من قبل الدولة او الافراد او الجماعات بسبب المعتقد او اللون او العمر او الجنس او بسبب المثلية الجنسية او الاعاقة النساء والرجال متساوون في المانيا كلاجئين لديكم مثل الاخرين حق البحث عن المساعدة لدى الدولة عندما تتعرضون للتمييز او تهددون بالعنف يمكنكم تكليف محامية او محام للحصول على حقوقكم لكل انسان الحق في بناء حياته وفق قناعاته الشخصية ما يقود احيانا الى نقاش او خلاف لذا علينا تقبل الرأي الاخر المانيا مجتمع تعددي يؤمن ويضمن الاختلاف في الاعتقاد او التفكير او المظهر او الحب بطريقة مختلفة وهذا ينطبق عليكم ايضا فانتم جزء من هذا المجتمع والتعدد ايجابي وجوهر حياتنا في المانيا يجب ان يتمكن الناس في المانيا من التفكير وقول ما يريدونه ولكن لا يسمح لهم باذاء احد بذلك ويتوجب عليهم التقيد بقواعد وقوانين الدولة هناك الكثير من الامور الجديدة عليكم او المختلفة عما هي الحال في بلدكم التواصل مع الاخرين قد يساعدكم في فهم الكثير اسألوا عند الحيرة او الرغبة في السؤال وتحدثوا عن انفسكم لان الاخرين يمكنهم الاستفادة من تجاربكم اوجهة نظركم المجتمع الالماني يسعى لان يكون منفتحا على التغييرات انتم الان جزء من هذا المجتمع شاركوا وابنوا معنا الحياة في هذا البلد من يعيش في المانيا هو جزء من المجتمع الالماني ومن يتقيد بقواعد وقوانين المجتمع يكون له حق المشاركة في بناء الحياة الاجتماعية اذا لم تكن لديك الجنسية الالمانية لا يمكنك مع الاسف المشاركة في انتخابات البوندستاغ او مجلس الولايات الا انه يحق لك في بعض المناطق المشاركة في انتخابات مجالس البلديات لكن الانتخابات ليست الوسيلة الوحيدة لممارسة النشاط الاجتماعي اذ يمكنكم في اي وقت الانخراط في الاندية والمبادرات والاحزاب السياسية يمكنك ان تكون عضوا في فريق رياضي والمشاركة في المظاهرات والتعبير بحرية عن رأيك والبحث عن مناصرين لك ان كنت تريد تحقيق شيء لك وللاخرين يرحب بك ان كنت تريد الانخراط في المساعدة في مدينتك او مجتمعك من اجل بناء العيش المشترك بشكل سلمي وجميل لك الحق مثلا في انتخاب مجموعة من الاشخاص في مركز الايواء الخاص بك تمثل مصالحك يمكنك التوجه الى سياسية او سياسي للحديث عن همومك ومشاكلك وطلب المساعدة انت وابناؤك لديكم الحق في التعليم في المانيا التعليم الزامي اي ان الاهل ملزمون بمتابعة ذهاب ابنائهم الى المدرسة استفسر لدى مكتب العمل جوب سنتر حول امكانية التطوير المهني انتم الان جزء من هذا المجتمع شاركوا وابنوا معنا الحياة في هذا البلد اشتركوا في القناة